موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج البيت يا رب يومكم جميل وحلكم طيب بإذن الله لسه في ناس كتير فاكرين أنه لما قول أننا وقعت ضحية تحرش فده بيبقى عفية مش في اللي تحرش بي كمان فيه أمهات كتير ما بتبقاش واخدة بالها أن ابنها أو بنتها وقعوا ضحية تحرش وبالتالي مش بتاخد بالها من التغيرات اللي ممكن تحصل في سلوكيات ابنها أو بنتها نتيجة طبعا التحرش الحقيقة أن الكلام في التحرش كتير جدا والأسئلة فيه أكتر في الفقرة بقى دي حنناقش فيها التحرش بس من جوانب مختلفة إزاي نوعي ونحمي ولادنا منه إزاي نأهلهم نفسيا اللي تعرض للتحرش بس طبعا خلوني في البداية أنا أرحب بظيفتي النهاردة اللي منوراني في الستوديو الدكتورة منا بدوي استشاري نفسي وتربوي وتعديل سلوك أهلا بيك يا داك أهلا بحضرك يا أستاذ زماري التحرش يعني كلمة التحرش أصلا كلمة صعبة هو ليه أنواع طبعا بس أيا كانت أنواعه بتسيب أثر نفسي بيكون صعب جدا جدا تعالي كده في البداية الأول نقول برضو إيه نبقى فاهمين أنواع التحرش عشان برضو الناس بتبقى إيه بتتجه لنوع معين لا فيه أنواع كتير من التحرش نعرف الأنواع وبعد كده بقى نتكلم على برضو كل نوع بيسيب أثر نفسي إزاي أولا التحرش فعلا دا ما حضرتك قلتي دا ليه أنواع كتير جدا فيه التحرش الإكتروني عن طريق السور عن طريق الستيكرز عن طريق الألفاظ فيه تحرش لفظي عن طريق بعض المسميات للأشخاص بطريقة معينة التحرش الجسدي اللي هو بقى الناتج عن التلامس كل فعلا نوع من أنواع التحرش بيسيب إزاء للنفسية الخاصة للطفلة أو للشخص المراهج أو حتى لو كانت ستة كبيرة أو راجل كبير طبعا دا بيقزيه وبيحس أن قد إيه هو معتدي عليه مش قادر يدافع عن نفسه وبيسيب أثار سلبية لكل مرحلة من مراحل العمر يعني لو هو صغير ندبت التحرش دي بتظهر في مرحلة البلوغ تنتج عنها مراحل قصية جدا في مرحلة البلوغ وأهمها اضطراب الهواء الجنسية ودي من أكبر المشاكل اللي ممكن نواجهها في أطفالنا أو أولادنا في مرحلة البلوغ إن لو ما علجناش الاعتداء الجنسي لو حصل للطفلة أو الطفلة من هو صغير للأسف وارد جدا ما نبقاش واخدين بنا من هم صغيرين بتظهر الندب فعلا في مرحلة البلوغ وتفاقم الاعتداء والإحساس بالضعف والثقة بالنفس والدونية ومشاعر تانية سلبية كتير جدا يبدأ اضطراب الهواء الجنسية يبدأ الولد حابب أنه هو يغير جنسيته تماما والبنت تغير جنسيته تماما ويبدأ المشاعر بتاعتهم تتوغل ندخل في مشكلة تانية فكرة الشزوز الجنس بالضبط كتا اللهم احفظنا يا رب احفظنا يعني حضرتك قلت فهن أنواع وكلهم على فكر أخطر من بعض يعني احنا لو جينا تكلمنا مثلا على التحرش الإلكتروني غير كمال لحضرتك قلت فيه حاجة مهمة جدا فكرة الابتزاز يعني برضو ده يعتبر من أنواع التحرش لأنه شوفنا يعيني ناس كتير جدا نتيجة الابتزاز ده من كتر ما التأثير النفسي بيكون عليها صعب جدا بتعرض نفسها يعني لمشاكل كتير المصومة فعلا والابتزاز والفيديوز والاستكارات والحاجات دي كلها بتأذي طبعا شخصية المجنة عليها أو الضحية وأوقات كتير قوي ما بيبقاش عندنا ثقافة الاعتراف بده أيوة فكرة الاعتراف هو اللي بيسبب أن فيه مشاعر سلبية نتيجة التحرش ده بيبقى نتيجة الفعل نفسه ولا فكرة أن أنا مش قادرة أعترف بده أو مش قادرة أواجه الموضوع ده سؤال حلو قوي تعالي بس الأول نقسم المشاعر والأعراض تمام المشاعر السلبية اللي بيحس بيها المجنع ليه أو الضحية ضحية الاعتداء الجنسي مشاعر بعدما ثق بالنفس مشاعر بالضعف بيكره أو بتكره جسمها أوقات كتير قوي بيقرف منه أوقات كتير قوي بيحس بالعزلة والانطواء ومشاعر سلبية كتير قوي بتبدأ تتضارب عليه وإحساسه بأنه هو ضعيف وأنه مش قادرة يدفع عن نفسه وبيجلت ذاته وقد إيه أنا ما دفعتش عن نفسي وقد إيه أنا ما جبتش حقي وبيحس إنه هو قليل دي المشاعر كلها اللي بتظهر على الضحية أو المجنع ليه الأعراض بقى اللي بتظهر على الطفل أو الطفلة سواء كان ولد أو بنت أو طفلة أو مراهج بتختلف هنا بقى بتختلف الأعراض ما بين الأطفال وما بين المراهقين اللي بيتعرضوا للاعتداء الجسمي الجنسي أو الجسدي تمام؟ الأطفال بيبدأ يظهر عندهم اتلعظهم في الكلام تلاقيه مش قادر يكون جملة حبيبي واضحة صريحة خيائها متقطع خيائف وقلقان التقيق بدون أي سبب يعني ما عندوش برد ما عندوش التهى في المعدة بيرجع كتير كوابسو للليل تبول الليلي يعني الحميم وعلى غير العادة يعني الأمات ما تسمعش الأعراض دي تبدأ تقلق ده أنا ابني حصل له تعرض جسدي أو لما الحاجات الأعراض دي تظهر فجأة بعد ما كان طبيعي وكذا عرض مع بعض يعني مش عرض واحد يعني ابني مثلا ما جايش رجع كم مرة كده في اليوم لا ده حصل حاجة ده برد في المعدة آه ما لوش علاقة صحيح شون بس ما نقلقش برضو الناس كذا عرض مع بعض آه هنا فيه بقى سبب بيصحى من الليل بيعيض نوبات غضب مستمرة بدون أي سبب صراخ بكاء مش عايز يبقى الواحده دايما عايز يفضل جنبيكو آه خايف من التلامس دي كلها أعراض للأطفال بتبدأ تظهر عليهم تعالوا بقى نشوف الأعراض اللي بتظهر على المراهقين أكيد الأعراض بقى المراهقين أو الكبار مش زي الأعراض بتاعت الأطفال بيبدأ عندهم يقول الانتحارية العزلة الانطواء يبعد خالص عن الناس ممارسة العادة السرية أو يمارس سلوك جنسي في حد أصغر منه أو في نفس الفئة اللي تعرض لها كل دي الأصار اللي بتظهر على المراهق ألأ الإنعزال فقدان الشهية أو بياكل بشراها كل دي الأعراض اللي ممكن تظهر على المراهقين وممكن كمان ميول للتدخين وهنا لازم نتوجه فورا لمختص نفسي إكلاني يشتغل مع الطفل وتتبع حالته سواء كان طبي نفسي أو أخصائي نفسي وبنتوجه في أقصى سرعة صحيح نحن ما نتحملش ما نتحملش النتائج بتاعت آه أنا كنت لسه هسألك هل فيه فرصة للأب والأم أن هم يتعاملوا مع الموقف وخلاص بقى وإمتى بحس لا ده الموضوع مش نافع أنا لازم أتجه فورا لدكتور نفسي يحللي الموضوع ده كويس قوي تعالي نرتبها لهم بحيث لو حصل لقدر الله يا ربنا يحفظ أولنا كلهم حصل الموقف ده وبعارفين هنعمل إيه أول حاجة اللي استماعك جايت ما تقلقيش ما تنهريش ما تسرخيش ما تتصليش بالناس وتفضلي تحكي الموضوع قدامه سويت النيار بكاء إيه دي خالص اسمعي ما توجهلوش أسئلة وحصل إيه وعمل إيه مخه مش هيقدر يجيب لك الموقف كله هو هيجيب لك حاجات بسيطة وممكن كمان العقل الباطن والله وعي بتاعه يتلاشى الموقف يتلاشى الموقف أصلا ممكن يعمله أصلا تغطية خالص ويبدأ يحكي لك حاجات تانية قشور عشان فيه إنقار جوانا أنا مش قادر أصدق اللي حصل فأنتي اليوم ده تسمعي خالص بعد كده تبدأ يتفكر المرحلة التانية اللي هي إيه بقى ببدأ ألاحظ سلوكه مظهر السلوك اللي حصلت عليه بيعمل إيه عضواني في المدرسة بيدرب منعزل مش بيكلم مع حد بينزل يقض مثلا في الجوردن لوحده ما بيأكلش ما بيفتحش يأكل أكله ما عنده الشغف يعمل واجباته مش عايز يمارس التمرين بتاعته تبع السلوك بتاعه عملي إزاي تالت مرحلة ابدأ يتكلمي بقى أنت معي فين التلامس طب حصل فين طب حصل يوم إيه طب مين الشخص طب تبدأ إن أنت توجيه الأسئلة بس بطريقة أخف لقيت حصل فعلا تلامس جسدي للطفل لازم طبعا بنتوجه لطب نفسي أطفال يبدأ نشوف الطفل قادر إن إحنا ناخد جلسات نفسي مع مختص نفسي أما الموضوع بسيط ممكن الأم عن طريق الرسم الموسيقى حاجات تدرق تمارين الرياضية قرص القرآن يبدأ الوازع الديني برضو ليه تدخل وتفعيل الجانب الديني مهم جدا جدا مع الأسري مع التمارين الرياضية مع التجمعات العائلية ممكن بيريفلكت على سلوك الطفل بحاجة كويسة جدا وحاجة إيجابية جدا ويبدأ إن هو مش هنقول يتناسى الموقف اللي اتعرض له أو الحدث الصدمي بس يواجه نفسيا بس بيحاول إن هو يتأقلم ويتكيف معي جميل طيب ده حلو قوي في حالة إيه أنا ابني أو بنتي جم قالوا لي إن حصل معهم كذا أنا خلاص أنا عرفت إن فيه دلوقتي موقف تحرش حصل مع ابني أو بنتي فبعد كده ببتدي ألاحظ فكرة السلوك ده لما بلاقيه متغير خلاص يا إم أنا تابعي إما بنتجه للدكتور النفسي لو ابني أو بنتي مجوش اعترفوا بحاجة ومقالوش حاجة وبتديت ألاحظ التغيرات في السلوك دي عليه زي ما حضرتك كده قلت إن هو كان طبيعي بس اتدت فيه تغيرات تحصل في السلوك هل السلوك ده دليل يعني الحاجات دي مجتمعة كده مع بعض دليل إن حصل تحرش أو تلامس أو حاجة حصلت ولا ممكن نقول برضو إن يحصل يعني شابه أعراض لحاجة تانية أو مرض تانية هو طبعا قلب الأم ما فيش بعديه آه طبعا يعني ده بيكسب كده بيقش في كل الجوان في وحي ما شاء الله مدى دعني قلب الأم بتعرف كل حاجة عن الطفل من غير ما يتكلم فلو أنت قلبك كأم حسن ابنك فعنا ممكن يكون تعرض وليس ألأ زايد أو وساوس أنت قلق أنا أكتر توجهي لمختص عشان تطمني قلبك لأن العلاج النفسي جميل قوي مش مجرد بس الطفل بيتكلم وخلاص لأ ده تبديل أفكار وتصحيح أفكار بيستخدم الرسم طريقة العرايس ومما بيتكلموا مع بعض وبيلمسوا بعض بتشوفي حواره شيل إيدك ما تعملش كده بيضرب بيعنف هتلاقي بدأ لغة الحوار بتاعته بتتلفز بألفاز خوف ألأ فيه فعلا حد لمسه فبتبدأ لازم أوجهه مع الشخص اللي عمله الوقع دي أو حصل فيه الموقف ده أوجهه وعرفه أن أنا وجهته وعرفه أنه هو خد عقابه أو لو مش هقدر أن أنا أتوصله أو كان مثلا موقف في مواصلة أو في حاجة بعيدة تعرفي أنه فيه رضع عند الله سبحانه وتعالى صحيح أكيد هياخد جزاءه من ربنا سواء إحنا في الدنيا مش عارفين هياخد جزاءه منه أو مش عارفين نشوفه أو مثلا أنه وصله فده جزاءه عندي ربنا أما لو كان حد من الأقارب أو كان حد من المجتمع المحيط بنا بعرفه أن أنا وجهته وأن إحنا مش هنقابله تاني وأن إنت مش هتختالط بي تاني وملكش دعوة بي تاني وأن إحنا كلنا هننفر منه وأن أنا هبدأ أعرف المجموعة كلها أن ده صدر منه عشان كلهم يتجنبون فيبدأ الطفل ياخد ثقة تاني وأنا اللي كان فيها المشكلة لأ ده هو اللي قليل واللي فيه المشكلة وأول ما يشوفنا هيدور وشه وعنيه في الأرض هو اللي بقى خايف مش أنا اللي بقيت خايف أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة قوي يا أستاذ المروح حاجة يعني ممكن يتفاجأ بيها أستاذ المشاهدين أنا مرة عملت إفانت حلوة قوي للأطفال عند التحرش الجنسي وما كانش بنفس اللفظ كان عن طريق اللمسة الطيبة واللمسة الشريرة لأنه هم كان صغيرين جميل فجيت قلت لهم هو الشخص اللي ممكن يلمسنا لما سات مش حلوة فأجزاء من جسمنا ممكن شكله يبقى عامل ازاي يا روحي أطفال صغيرين خالص رفعوا بقى ديهم عنده ناب كبير منزل دم لونه أخدر ودهنه طويلة يرفع يده عنين برق فاكرين إن الشخص المؤذي بيبقى شكله أصلا وحش وشيروير قلت له لا ده ممكن يبقى عنصم جدا وشكله أمور ولطيف وحلو جدا وبيعملك حلو جدا ممكن يديك كاندي وممكن يعملك حلو وبلطافة ويزيد صح صح نحن نعمل إيه بقى مع السن الصغير ده جريد وان أو ولا ابتدائي تانية ابتدائي السن الصغير ده ولسه بيكتبه نجيب ورقة كانسون كده صغيرة ايه فور نبدأ نقص قلب ونبدأ أجيب الطفلة أو الطفلة وقول له تعالى احنا نكتب هنا أسماء الناس اللي ممكن يساعدوك في حالة أنا مش موجودة موجودة آه طبعا والقلب ده حطهوله في قطر القلب ده جوا مين بابا ماما هم مش موجودين أختك كبيرة مش موجودة أختك كبيرة بيخلصوا المدرسة مثلا بيروح على تيتا فطبيعيا أكيد هتغيروك تيتا وبس وقفلي اه دي الدائرة بتاعتك بره البيت مش بره البيت ماما موجودة مش موجودة نوعين حد يلمسك صحيح دي الأشخاص بس اللي انت هتصق فيه ممنوع ما لبسك الداخلية حد يلمسك ممنوع تقضع رجل حد جسمك ده عمل زي سجات الصلاة تلما بتلاقينا بنفرض سجات الصلاة أنا وبابا عشان نصلي حد بيعدي عليها حد بيقرب من سجات الصلاة واحنا بنصلي جسمك ده قائن زي سجات الصلاة ما حدش يلمسك أو يعديك أو يتخطح ضوده معيك صحيح موضوع هو ثقافة والثقافة كمان الأكتر فكرة الحوار بقى ان يبقى فيه وعي كده في الحوار بين الآباء وما بين ولادهم كمان علشان فعلا نوعيهم بخطر الموضوع ده أنا هكمل مع حضرتك الحوار الشيق ده والمعلومات المهمة والمفيدة اللي كل طبعا سادة المشاهدين إن شاء الله هيستفيدوا منها بس هستأذنك أستأذن مشاهدين الكرام نخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية شكرا 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 مرحب بحضرتكم مرة تانية ومرحب طبعا بضيفة الكريمة الدكتورة منا بدوي استشاري نفسي وتربوي وتعديل سلوك وقفنا بقى عنده نقطة مهمة فكرة الثقافة زمان كنت دايما تلاقي ما بيحصل موقف زي ده فكرة التحرش تلاقي الأهل خايفين مش عايزين يقولوا عشان دعيب دعار إن يحصل حاجة زي كده فده كان بيسبب كابت نفسي أكتر للتعرض للموضوع ده ابتدين بقى نشوف دلوقتي ما شاء الله لأ بقى فيه إيجابية في الموضوع لو فيه أي حد تعرض لنوع من أنواع التحرش وابتدى يطلع يتكلم وابتدى ياخد موقف إيجابي ده بقى يخلينا ندي كده جرز للأب والأم إن لأ ده أنتو الجيل ده واعي قوي وفاهم قوي فلازم لما نيجي نتكلم معاه الحاجات اللي هي البسيطة بتاعت زي ما ما حدش المسك يا حبيب الكلام لأ عايزين نتكلم بواعي أكتر في الموضوع ده صح يعمله إيه؟ أول حاجة البيئة الآمنة زي ما حضرتك قلتي كده بس أنا أختصرها في البيئة الآمنة البيئة الآمنة الاستقرار في البيت الاستقرار النفسي ولا أقصد به مدي ولا اقتصادي ولا أرش النفسي بين الزوجين يعني لو ما فيه استرعات بين الزوجين والبيت مستقر نفسيا الطفل مش هيخاف بنلاقي أطفال فعلا زي ما حضرتك قلتي ما تقولش الماما لأ أنا هقول لماما صح ده عرفي أن الطفل ده عنده استقرار نفسي وأمان في البيت أمان بيئي جوه بيته هو ما عندهش أي حاجة يخاف منها وتعرفي إمتى أن تربيتك صح في أولادك وأنهما مهما تعرضوا في المجتمع وأكيد بيتعرضوا وكلنا بنتعرض هيرجعوا يقولولك أنت مصدر الأمان الأول والأخير في أحده لما تلاقي ابنك راجع بيقولك أنا عملت غلط أنا عملت واحد من دائم أول ما تلاقي أولادك بي يتجنب ويقولولك الأخطاء معرفي أن فيه هنا أن أنا مش يغط جرز فيه كده غلط أنت مفروض أنت الأمان ليهم أصلي دول أطفال كبار أطفال إحنا ذات نفسنا يا كبار إحنا بنتعلم إحنا بنخطأ لازم نتعلم وليزم نخطأ ونتعلم من أخطأنا إحنا مش رابط إحنا مش إيه قوي إحنا كلنا هنتعلم ولسه هنجرب وهنقع وهنقوم لما يجي لك وأخطأ مش أول حاجة صوات وصريخ ونرفزة وعصبية وأنت عملت وأحكام على طول طب إلا حصل أول حاجة تقولي حصل خير فداك ما تقلقش طب لو نقدر نجيب غيرها طب لو نقدر نصلحها طب لو عمل حاجة غلط استحمل بقعة وقبها أبعد خالص إن أنا بحبه وإن أنا مثلا شايف أنه هو عمل حاجة صحة أو غلط بعلاقة الحب بلاش حب مشروط لما تلاقي طفلك اتعرض لحاجة زي كده هتلاقي أول حد جري عليه أنت أنت الريفرنس الأول والأخير ليه جري عليك على طول أنت المرجع الأول والأخير ليه مامنا حصل لي واحد نين تلاتة هتلاقي البنت مامنا تعرض كذا 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 لما بيكي بسأل الشباب أنت ليه ما قلتش لماما ليه ما قلتش لبابا دي بتصوت لو أنا قلم يدوع دي على طول بسمياني مهمل مش بحافظ على حاجتي تخيلي لو قلت له حاجة زي كده هتقولي أنت مش محافظ أصلا على جسمك ولا على نفسك أنت توقف مش دريان بنفسك أنت السبب أنت السبب أنت القاء اللوم دايما على الطفل خلينا منتفقين أن طريقة موجهة المراهق أو الطفل أو أيا كان العمر مدام كبيرة نسبة نوطة صغيرة حتى الولاد لو تعرضوا لمواقف زي كده الحالة النفسية بتمر بمواقف أول حاجة خالص الإنكار أول حاجة أنا زي حصل لي ده الزهول الصدمة اللي حصل لأ ما حصلش ده أنا هتخطى ما حصلش حاجة أنا واجهتها ما واجهتش تخبطات تاني حاجة الانفعال خلاص إنه هو عارف إنه حصل له كده صراخ عياد بكاء مش بتلاقي فيه أوقات ناس في حالة دفن متوفي أو حاجة ما بتعيطش ما بتبكيش فيه ناس مثلا تلاقيها في فرح تلاقيها بتعيط ده اختلاف في المشاعر ده تضارب على طول في المشاعر وتقولك ده دموع الفرح ده اختلاف في المشاعر مش صحة أصلا مش صح دموع الفرح ده بيدي لغبطة صح يعني الموقف اللي مفروض تعمل فيه حاجة ما بتعمل وتلاقي ناس في موقف تاني مش عارف ده فيه صدمات تاني حاجة أول حاجة الإنكار زي ما قلنا تاني حاجة الإنفعال يبدأ صراخ صياح تالت حاجة بقى التقبل خلاص أنا عرفت إنه أنا حصل لي واحد اين ثلاث هيا وبعدين التكيف وهنا التكيف لم أقصد به الاستسلام أنا خلاص أنا نتعرضت لتحرش أنا ضحية المجتمع هناخد فيه خطوات أنا تعرضت للموقف زي ده بس هكمل حياتي هروح جامعيتي أنا تعرضت للموقف ده بس هروح مدرستي صح وهروح تماريني وكلم عميته وخالته وزور الناس وما تقوقعش عن نفسي مين بقى اللي هيساعد في كل ده زي ما حضيك قلت في الأول الأب والأم لو ما رهمش أب و أم أوير بالموضوع ده وقد إيه مهم وإن أي حاجة تاني ممكن تتعوض إلي نفسية ابني أو بنتي هيخلق بيئة آمنة وكذلك الأطفال اللي يطلعوا سويين نفسيين وارد جداً كلنا نتعرض للموقف ده وارد آه طبعاً الأمان إن أنا لما أرجع لحد هيقويني ويدعمني نفسيين ولا يلوم علي هنا الاختيار بقى للأطفال صحيح ما يزولي كمان فكرة كمان التحرش اللفظي أو الإلكتروني أو ده ممكن نكون بنتعرض له أكتر يعني صح المعرضين له أكتر فهو خلاص هي ثقافة عامة أياً كان نوع التحرش اللي أنت تعرضت له طيب إحنا دلاتي بنتكلم على النوع الضحية اللي هو المجني عليه تعالي بقى نروح للجاني نفسه سنة مرهقة صعب في تخبط في شباب كتير خلاص متخبطة عايزة تكتشف عايزة تعمل أي حاجة عايزة تجرب فكرة المغامرة تعمل إيه الأم أو يعمل إيه الأب لو ابنه هو الجاني بقى في الموضوع ده هو اللي عمل الفعل المشين ده نتصرف معاه زيه؟ أول حاجة أنا ببدأ أن أتكلم معي وأتطمن مش لمجرد بس أن أنا أتطمن ومشي لأ أتطمن فعلاً بطرق مختلفة كتير أن ابني ما تعرضش للمواقف ده تاني حاجة الصحبة الصحبة الصحب ساحب الصحبة أنت من فلان؟ من اللي بيقولك؟ من اللي بيعمل؟ من اللي بيدخل وبيغزي الأفكار دي؟ إحنا لو بيت مستقر والموضوع ده مش مباحة عندنا أو في قوانين وفي مفعالين الجانب الديني والجانب العادات والتقاليد بتاعتنا الإسرية وأختك ونحافظ وممتك الموضوع ده كله أكيد مش هنسمح لأي صديق ممكن يدخل على أولادنا نتابع من اللي عمل كده طيب أنت بتعمل كده إيه اللي بيحصل بعد كده؟ أنت بتبقى في موقف وحش موقف الجبن الخوف القلق بتأذي الشخصية التانية لأن الاعتداء الجنسي مصنف في الطب النفسي اضطراب عقلي حتى لو كان تحرش يا خبر حتى لو كان تحرش لأن الأساس بتاعه البيئة البيئة وإيه اللي يسبب الاضطرابات الأزمات النفسية طيب لو الشاب أو بيعمل التحرش أو بيقوم بهذا الجانب السلوكي لو بيلعب رياضة الأب والأم محتويينه بيتكلموا معها على طول بسيبينه وقت فراغ محملينه مسؤولية دلوقتي على فكرة تلاقي الأب والأم الحارس هو اللي بينظف العربية فيه واحدة بتساعدها في البيت فيه حد بيجيب لها الدليفوري الطلبات لأ حركي المراهقة اللي عندك الشاب اللي عندك انزل اشتري طلبات البيت حطي منزانية البيت مصروف البيت تعالى معايا نصلح العربية نغير بنزين نغير زيت انزل نضاف للعربية احنا بقينا كل حد شاي المهمة وخلاصهم تعالي يقوم ينشري معايا تعالي ينزلي حط الأكل للكلب نشغلهم نشغلهم وسن المراهقة ده صعب ما نسيبهوش لأفكاره ما نسيبهوش للدني طب تتفرج على ايه بتشوف ايه طب انت مهتم بايه طب انت موهبتك في ايه سيبين الطفلة او الطفلة كده حتى ما يجي بيتفرج على حاجة ايه المشكلة بما نشاركه فيه ان احنا نشوف مسلسل سوا مع بعض نشوف حتى هو يتعود ان نوعية الحاجات دي ما ينفعش مثلا انا شوفها مع بابا وماما صح يبقى فيه نوع من أنواع صح ونهتم جدا زي ما حضيكو قلتي كده بابا وماما نهتم جدا بنوعية اللبس اللي انا بلبسها قدام ابني المراهق بنوعية اللبس اللي اخته بتلبسها بنوعية لما اخرج من الحمابة بابا لبسها هدوني ابقى مقننة كلام بيني وبين زوجي الالفاظ الطريقة طريقة التلامس طريقة الالفاظ ابقى عارفة جدا وقت ما هم قاعدين ده وقتهم هم مش وقتي انا ما بقاش اناني طب انا اقولك على حاجة او انانية كا ام يعني حاجة مهمة جدا بجد البيوت جميلة ومحترمة وكل حاجة وفيه رولز في البيت والاب والام ناس محترمين ما بيتلفزوش الفاظ خرج في البيت فيه معاملة محترمة حاجات كتيرة بس بص تلاقي الولد او البنت يعني وانس ان هو خلاص بقى خرج وفيه مراهقة وفيه اصحاب وفيه مدارس وفيه حاجات خارجية مؤسرة فضيعة راجع لي بقى ما شاء الله ايه بسلة مهملات من الالفاظ يا حبيبي انت بتجيب الكلام ده منين يعني وبعدين بتيجي تتلامي اه احنا ما بنقولش كده في البيت طب ده بيعرف منين دي برضو كارثة يعني فكرة احنا نواجه كأسرة الحاجات اللي احنا بنعملهاش بقى بنواجه الحاجات اللي بتيجي من بره دي نعمل ايه اول حاجة احنا ما نحطش نفسنا اللي هو انا انا ام مقصرة او انا هنتحط في خانة هارفتش رابي اه ولا يهمي الكلام حد المهم عندك مين ابنك وبعدين حضيك بتقولي انا لما بسيبه بره هيرجع بحاجات كتير صح فعلا هينطص كل الحاجات دي الاساس بقى بتاعك او تربيتك مش هتتبني في موقف او اتنين ده منزل لحظات الاولى من ولدته طريق التربيتك لي من وهو صغير استحالها مرة واحدة هتلاقي كده الا اذا كان بقى حصل فيه هنا بقى ايه سراعات في البيت فقدان احد الابوين في حصلت حاجة نفسية في حصل انصدام في حصل حاجة فجوة شخصيته بعيفة شخصيته بعيفة اصر بقى صحابه انتي اهملتي شوية اهتمتي بشغلك اكتر فيه حصل مشاكل بينك انتي وبابا انت فصلته حاجة اكبر هتلاقي الطفل بدأ يميل للاصدقاء خلاص ما انا دلوقتي مش لاقي الامان هنا اصلي طول ما انا عارفة ان هنا امان مش هقدر هنا المرجع بتاعي انما هنا لما بيت هز خلاص باميل بقى للاصدقاء للاصدقاء وبالتالي الاستقرار والامن النفسي في البيت عشان كده انا بأكد عليه دايما ان مش بيتبني من موقف واثنين ان انا قطب طبعا ابني مردين تلاتة وخلاص كده ده انا مستقرة نفسيا في البيت لا ده من اللحظات الاولى من اللحظات الاولى مستقرة نفسيا البيت خلاص هو عارف انه هو رايح و جاي للامان للامان بتاعه مش هينفع الاسلوب بتاعه مش يعني كم ساعة في المدرسة وهترجع تاني برضو للامان للأس للرولز بتاعتك اه فما ينفعش ان انت تتقطر عن كده ايوة وشانا هيبقى في تجديرة في البيت بالضبط والله ربنا يعين الأبهات والأمات من اللي بيشوفوا فعلا طب بما ان بقى لغة العصر فكرة التكنولوجي والانترنت والموبايل اللي ما بيتسبش ده واللاب توب والعيال كمان ما شاء الله دمخة يعني حاجة يعني احنا بقينا بالنسبة لهم رغم ما احنا عارفين الحاجات دي بس بقينا بالنسبة لهم جهلة بها يعني من كتر ما حصل سرعة رهيبة وعدهم الكتير على الكمبيوتر خليهم يعرفوا حاجات ويعملوا حاجات اللي بيوصل شباب لمرحلة ان هو يستخدم السلاح اللي هو مفروض للمعرفة وان انت تعرف الدنيا كلها انت توصل نفسك انت تبتز الآخرين استخدمه كسلاح مدمر لك والغيرك ده شخص مؤذي سايكوباتي ايه سايكوباتي الشخص السايكوباتي ده بقى شخص يعني اللهم احفظنا الشخص ده بيكون عنده لا مبالاة شخصية سلبية ما بيتحملش اي عواقف في حياته ايه اللي هيحصل عادي وبعدا ما بيقذي على فكرة الشخص ده او بيسومه الكترونيا بقى حقيقيا يبدأ ان هو يبتزها بيحس بلز قد ايه هو انتصر ومش بتوقف بس على فكرة عند التحرش الشخص السايكوباتي ممكن يقتل يسرق يختلص اي حاجة ممكن تتخيليها وبيشعر بلزة يا سيدر ده ضمير وميت بقى بزبط كده ما بيتحملش اي عواقب تماما لأفعاله عشان كده دايما نقول للأب والأم تجنبوا تربية طفل سايكوباتي في الكبر تجنبوا تربية الاطفال بطريقة سايكوباتية تربية ايه بتبقى ازاي ما بيتحملش اي عواقب عادي كسرت كسرت ارمي ومش قصة كمان عقاب قد ما هو يعرف العواقب قد ما ياخد في يومه تايم اوت انت دلوقتي غلطت في ماما ردت عليها بغرفلك الاكل وعملت اكل وعملت حسابك وبحبك بس الممنوع ان انت تاكل معي فاهماني انت عملت غلط فاقعد فكر مع نفسك العدد دقائق دي وارجع اقول لي عملت ايه ندي وقت نفسه يبدأ يفكر الشخص السايكوباتي ما بيفكرش جات اللحظة هعملها نفزها ما بفكرش في اي عواقب على فكرة نعايز اقولها على حاجة مهمة قوي احنا كلنا كل فرد في المجتمع سايكوباتيين ولا ايه عندنا جزء شخصية سايكوباتية ده حقيقي النفس البشرين صح الهمها فجورها وتقواها قدم الفجور عن التقوا جوه كل واحد فينا شخصية سايكوباتية قد كده بس فيه بقى اللي بيتجنبها وبيسيطر عليها خايف من القانون عنده تقوى كده وإيمان عنده إيمان ما أنا بديك الأفرق واحد مثلا خايف من القانون أنا هعمل بس أنا خايفة حبس خايفة واحد تاني لا أنا خايف من ربنا أنا قلقان والوازع الدين زي ما حدث واحد تاني البيئة والأسرة والمعتقدات والتقاليد والناس هيقولوا عليها ايه فبنسيطر عليها خايف على المستقبلي خايف على المستقبلي على نفسي على صورتي قدام الناس الشخصية سايكوباتية بقى ما بيخافش من الثلاثة دول ما فيش فبتبدأ تظهر ما بيسيطرش عليها وبيعمل اللي هو عايزه فهمتيني فطبعا السيطرة على النفسه وتحصين النفسه وتهزيب النفس مهم جدا أولا تشتركي للأطفال في الرياضة لقيت ابنك عنده ميول بدأت تظهر عليه هاتيله كلب يعتني به ينزل جيم يشتركيله كورسي قرآن كريم أو محفزة طبقا معينا بس ده بالتعليم التحفيز كورس رسم تلوين قصص الهندكرافت الحاجات دي كلها بتقنن وبتساعد كمان تهزيب النفس تهزيب النفس ومشاعر كمان السلوك العضواني أو السلوك الجنسي وكمان الشباب اللي بيلجقوا للأسف للعايدة السرية أو الشروع في السلوك الجنسي وإذا أضحية جديدة لازم نخفض الاحتياج أو الإجباد عندهم عن طريق نخرج الطاقة نخرج الطاقة مسئوليات زي ما أنا لسه آيلا نزور ودي ونعمل طول ما إحنا نقلين الفراغ مش هيبقى فيه فراغ يفكر في حاجات بجعة أنا عايزة بس أقول نقطة مهمة قوي عن هلاك المتحرش أو الشخصية السايكوباتية زي ما إحنا قلنا لازم أنا هستأذنك أنا بس معنا تليفون هناخده لأن ده بقى حاجة مهمة فهنسب نفرد لها كده مساحة وسهزي سلوى سلام عليكم أهلا بحضرتك اتفضل أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أنا متكفلة لنت في قولها سنم ماشي في الاعدادية ثلاث بنات بوضانك في المنطقة وضعهم لأ أنا أنا معيشة هستأذنك بس عشان الكلام مش واضح أوي حضرتك متكفلة بنت آه تمام وفي قولها سنم دلوقتي هي في قولها سنم آه في الاعدادية بقى آه بنتك مرمومة على بنات تعليقوا دي بنت وبيتك مش رهم حاجة من نفسك بنتك في قولها بوضوها وقضت بنتك وما ديش بغضات شغل ده المدرسة آه ما بقيتش تودي آه قد تعنيت بقى تتفرج على حاجات رحيت بحضرتك وقصتها عرصة لمعاش حرف التليفون كانت متاح بالي واحدة ثابتت ببت مرة و راح تلاقت ما عندها وميل أنا أنا طيفاء تتعبتين مني أنا قلت لا أريحكم مني بنتك على لي يا حبيبتي أروح لقلبي فيه وفيه نما الناس جبوا هالي وقصت جبتها من خط ثلاثة ماذا وضعت تفرجت بردان جبتها إيش أنا مش عارفة أنا عملت كدالية ماما معلش أنا أسفة تردت أن تتعوي إنتك حبيبتي بروحي إيش خالص ماما معلش دلوقتي بقى بنتعلي مش كيمة تشمشي موشة ما تتكسرش مع الناس حياء قالص مع الناس حقيق ولا دعبان وخيف على كل واحد طيب إيه دي إيه دي ربنا أنا عايزة أسألها هي عندها أي مشكلة في القدرات العقلية يعني هي متأخرة عن سنها شطرة 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 صحط قصدك إن هي شطرة يعني في المدرسة أو كده صح؟ أيوة تكلمت تكلمت بقى تكلمت العصب يوني نفس حاضر حاضر قصدك يعني إنها بتشتم وبتتلف صحي كده؟ وبتمشي مع صوبيان واللي يعني السلوكيات دي طيب خلص إيه دي بس يا حجة سلوة كده وحنرد على سؤالك بس هستأذن حضراتكم طبعا هستأذنك دكتورة منا نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية شكرا 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 مرحب بحضراتكم مرة تانية ومعنا بقى أستاذة زينب من الأقصر سلام عليكم السلام عليكم أهلا بحضراتك تفضلي أهلا بيك أهلا بيك تفضلي السوت بس مش واضح نعم السوت مش واضح اسمعينا من التليفون واتكلمي براحتك تفضلي نعم سمعينا كده آه تمام أنا عندي وسواس قهري أنه لما عيال بيروح للمدرسة بيعمل لحاجة غلقة وسواس قهري إنه إيه أنه لما عيال بيروح للمدرسة بيعمل لحاجة غلقة آه تمام تمام عندي البيت الكبيرة دي تشتم على هذا الكلام تشتم على طلب ألصاب وحش ومش عارفة أعملها البنت أنتو يا جماعة قصة البنات ملها ليه إيه اللي حصل تمام آه تمام بيعمل حاجة غلط إيه هي عندها وسواس يعني هي طب هما بتلاقيهم عملوا حاجة غلط أصلا ولا هي الفكرة عندك إنهما بيعملوا خلاص لا هي الفكرة عندك آه أيوة أنا أقصد الفكرة اللي عندك إنهما عملوا حاجة غلط تخص إيه إنهما مثلا هربوا من المدرسة ولا بيعملوا حاجة غلط آه مثلا لو دول بيت رحت الدرس لأقول لا دي مش رحت الدرس دي رحت مثلا بتجابل حاجة آه آه دي بتروح الندرسة بيتشوف بتجابل سوفي عندك ندرس كده آه فهمت حضراتك خايف آه خايف تيجت بقى أصدقاء سوء آه خلاص ممكن سن مرهقة آه ما بقاش في حياء في الرد وفي التعامل هي تعبانة فتعمل معا هي السن ده طبعا أكيد هي أعداب المرهقة أو تكاد تكون هي فيها حاليا ده الوقتي بتمر بيها أو العديد في سنوي أو لا سنوي وممكن تكون البنت رفضة الواقع إن هي أم بديلة أو هي متكفلة بيها فممكن تكون نفسيا رفضة الواقع ورفضة المسمى ورفضة إن هي تكون المختلفة عن بقي أصدقاءها وشايفة إن مش دي البيئة الأمان أو اللي هي كانت تتمنها فبالتالي بتتعرض لده تجاه الأم بالألفاظ بالشتايم بسلوكيات ما كانتش هي فيها قبل كده تخرج تتلفظ ألفاظ وحشة تعمل سلوكيات مش حلوة طب هنا أنا أقدر أعمل إيه وخصوصا في السن الكبير ده طب للأسف أنا مش أقدر أحجمه خلينا برضو وقعيين ومصرحة مش أقدر أجيب السن الكبير ده وأقول لها دعيف ده غلط وحدود جسمك وجسمك ونعمل إيه وزي ندفع عن نفسنا يكونوا خرجوا بره السيطرة خرجت خلاص يعني السن ده الصغير نقدر إن إحنا نتعامل معاه خلاص الموضوع تفاقم لده وكنت أتمنى إنه ما يوصلش لكده بس هنا إحنا محتاجين تدخل لأخصائي نفسي يبدأ يشوف البنت ويبدأ يتعامل معاه ويبدأ يشتغل معاه بواقع المردود العلاج النفسي السلوكي يبدأ ياخد منها الأفكار السلبية ويبدأ يردها لها تانية إيجابية يبدأ يبدل الأفكار والواقع اللي هي رفضها يبدأ يخليها تتقبل وتتكيف معي فلازم حد يساعدها نفسيا مش أي تخصص تاني في السن ده بيرفضوا يا دكتور بردو يعني يقولك لا أنا مش الكلمة بتتقال كده وانا مجنون عشان أروح عندك حق وأول مرة دي بتبقى عذاب أول مرة ممكن كمان تجيب على إيه أنا رايح أتكلم عن نفسي أنا رايح أقدردي أنا حاسة أن أنا اللي مخطئة أو بتصرف معك وغلط ما تجيبهاش نحيطها هي آه فيه أنا بالضبط كده يعني كتير بتعرض للحالات دي أو لا ما تجيبهش الصيغة عليه هو للشاب أو ما تجيبهاش أنا حاسة أني بتصرف معك غلط فعايزة حد يساعدني بزع شوية وأنا جاية أتكلم لأننا تصرفاتي غلقوا وبعدين بقولها تفضلي أنت برا خطة كده آه صح وبعدين بقى إيه بغضو هو بقى نحلالي أنت بقى كده عايزة أقولك هي تاني جلسة هو اللي بيطلب بقى يعني هي الأم دي لو قررت أن هي فعلا توديها وتبدأ أن هي تماهل لأن هي اللي رحها لها هي هي تاني مرة البنت هي لها تعوز ميني لها أن حد يسمعه وقت كافي ويبدأ يبدل المشاعر ويبدأ يحس بيه ما بيلومش ما بيحسسوش بأنه هو مقصر ما بيقنبش ضميره ما بيجلدش زيته ما بيقولوش أنت مقصر أنت كنتم مفروض تعمل وتعمل وتعمل فهتلاقي تلقائيا ليش عوريا هي بترتاح كده فيه إحساس حصل لي من فترة أنا عايزه صح فهتلاقي البنت طلبت منها فهينا لازم تدخل يا حجة سلوى لأخصائي نفسي يساعد حضرتك إن شاء الله ياريت ويرضعه لك بإذن الله يا رب يا رب إن شاء الله أستاذة زينب بقى بتسأل يعني احمدوا ربنا برضو في الأهم وفي الآخر أن هم بنات البنات بيحصل عندهم نوع من أنواع برضو الحياة عارفة بياخدهم فمهما تشاءوا ومهما عملوا بيرجعوا برضو ده مشكلة في الصميان كلها ربنا يحسن لهم عايزين يوكبوا الجيل ببعض التصرفات أنا لازم أشتمع عشان أبقى الليدر بقى في الجروب أنا لازم أغلط أنا لازم عشان يبقى أنا البنت الروشة دي أفكارهم دلوقتي مداخد يبالك بيرجعنا لحطة إيه فكرة التنمر أو التحرش اللافذي بقى آه يعني بلاقي فعلا شباب وبنات يقولك إيه لأ أو يعودوا بقى يقولوا علي الولد الضحيح والبنت الضحيحة ده فكريني إنها عيب أنا ماينفعش أبقى كده آه والله وتلاقي ألفوز وحشة قوي بيستخدموها البنات لبعض وألفوز الشباب آه أنت مش عارفة إيه وإنتي إيه وإنتي إيه الألفاظ دي مش حلوة وما تربناش عليها ومش لطيفة إنها تتقال ومش لذيذة ومش بيبان كده إن إنتي أحلى واحدة ولا أشهر واحدة ده بالعكس ده جمال البنت كله تحيائها ونيه ما بتتلفزش الألفاظ الوحشة دي وحتى كمان الولاد ما لهمش إن هم ما يقولوا الألفاظ الوحشة دي أو الإحاقات أو وصف بنت معينة بطريقة معينة أو حركات معينة قدام البنات نعملها فطبعا هنا دور البيت برضو دائما وأبدا هو المهم وهو الرضع وخصوصا بقى يعني مدام زينب هي محتاجة معها الأب يعني هي لو تقدر إن هي لا تسافر له أو إن هو ينزل لها أجازات أقرب بحيث يقوم معها البنت لإن دايما وجود الأب هو العمود والأساس في البيت فتلاقي فيه رضع كده الأم بقى طب لما بابا ييجي ده آخر كرت كده بنرمي في كتشينا صح؟ خلاص أنا تعبت بقى أنا أول كرت شايب بينزل يلا شايبها الولد بيقص بقى كله طب لما باباكو ييجي بس خلاص كده فإن دي قفتك استلاقي البيت كله بقى تشعلب خلاص ده بابا دي لما ييجي بقى تقوله طب هي تعمل إيه برضو يعني ننصحها برضو بحاجة يا ما شاء الله يا حبيبتي يعني عندها برضو أبناء كتير فطولك مش قادر الحوار الفعيل الحوار الفعيل مش بس تسمعيها وتلومي أو تسكتيها أو تبدأ إن إنتي بتسمعيها وإنتي بتطبخي بتسمعي وإنتي بتكلمي في التليفون بسمعي وإنتي متأففة لأ أنا جاي أعود معيك الوقت ده الكوالتي طيب يا أستاذ أمرو يعني أنا جاي أعود معيك الوقت ده لكي أنتي دون عن إخواتك مشكلتك أنتي مش جاي أقولك أنا بعمل معك أنتي وما بعملش مع أخواتك أنا أحكي عن مشاكلي أنا في أمهات بتعمل كبه صحيح لأ أنا جاي أسمعي يجي أنتي وليلي إيه اللي حصل إيه اللي عمل لما بتبني بقى رصيد مع بنتك أو ابنك يبدأ بقى إن هو إيه أنا مش عايزة أخسر الرصيد ده أنا مش عايزة أخسر مش عايزة أخسر ده الحتة اللي أنا وصلت فيها أنا ومام فلما تيجت أخطائي تقول لها أنتي أخطأتي أو عملت حاجة تبدأ تبقى خايفة على زعلي صحيح أنا مستمتعة جدا بالقاءة حضرتك والله بس أنا عايزة إحنا خلاص بنختم ويعني هم عادين حتى بيقولوا لي يعني خلاص بس أنا عايزة سريعا جدا 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 نصيحة لأن إحنا أولادنا للأسف بتعرضوا يا حبايبي المؤثرات خارجية كتير جدا جدا وصعب ربنا يعينهم لحقيقة ويعيننا ويقوين على مواجهة ده نصيحة كده لكل أب وأم سريعا نتعامل إزاي مع أولادنا عشان نتجنب الأثار المخيفة للموضوع ده البيئة الآمنة والاستقرار النفسي في البيت بين الأب والأم عدم المقارنة بين الأبناء أيوة مقارنة دي بنأكد عليها دايما ما نختلفش بين معاملة الولد عن معاملة البنت والمسؤوليات ما بينهم تقنين وقت الموبايل وبيشوفوا إيه وبيسمعوا إيه نحافظ على الستيكرز اللي بتتبعت على الواتساب واللي بتتجيلك من زمالك في الشغل مثلا بابا أصحابك اللي بيطوب أهزار عشان نمنع الولاد يشوفوا دلوقتي بقى بيمسكوا الواتساب ويتفرجوا على فلتري على طول اعملي قبضيت على طول شوف السرش اللي بيتفرجوا عليه بيعملوا إيه ابدأ أنت بالكلام يعني لقيت ابنك بدأ شغف في منطقة معينة ادهاله ما تقوليش لأ أغلط لأ ابدأ الكلمة معاش انت تبقي المصدر للكلام الصحي والحقيقي مايروحش يدور لحاجات تانية يعمل سرش بره يشوف صحابه وخليكي انت المصدر السقة والمعلومات الصحيحة المرجع بتاعه المرجع بتاعه بزرط دكتورة من بدوي استشاري نفسي وتربوي تعديل سلوط بشكر حضرتك جدا على لقائك بشكركم مشاهدينا الكرام وبإذن الله غدا حلقة جديدة برنامج البيت دمتم في رعاية الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة